رفع سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة النهي بالأول لرئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة ولصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولصاحب السمو الملكي ولي العهد بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لرياضة السامبو القتالية المركز الثالث بوزن 82 كيلو جراماً بالنسخة الثالثة والعشرين لبطولة العالم لقتال السامبو التي يقيمت بالعاصمة الطاجركستانية دوشمب وذلك عبر حصول المصارع محمد عباس على الميدالية البرونزية كما وهن سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على هذه النتيجة المشرفة التي حققها المنتخب في أولى المشاركات الخارجية والتي تعتبر إنجازاً تاريخياً لمملكة البحرين في هذه اللعبة يدعو للفخر والاعتزاز وشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن هذه النتيجة تأتي متوافقة مع الرؤية التي رسمها سموه والرامية لتهيئة كافة الظروف الداعمة للنهوض بالرياضات القتالية وكذلك احتضان مختلف تلك الرياضات وتشجيع الشباب البحريني على ممارستها ما يمنح الفرصة لتكوين منتخبات وطنية قادرة على المنافسة لإحراز مزيد من الإنجازات لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية موضحا سموه أن الدعم سيتواصل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في هذه الرياضة وهن سموه رئيسه وأعضاء الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وأفراد المنتخب الوطني لرياضة السامبو القتالية مشيدا سموه بالمستوى الذي ظهر به المنتخب في هذه المشاركة وخاصة المصارع محمد عباس أحد أعضاء فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة وتمنى أن سموه للمنتخب مزيدا من التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة